سائل بيسأل انا شغال في الخردة بيجيلي اطفال صغيرين معاهم معاهم مفكات معاهم عدد حديد وعاوزين يبقوا حاجة ايه حكم ان انا اشتري الحاجات دي لا يجوز وحرام تشتري من العيل الصغير الا الحاجة الحقيرة امه جنيه واثنين جنيه الدليل ان ابو الدرداء اشترى من طفل عصفور لو اشترت منه اي حاجة لها قيمة انت ارتكبت معصيتين وربنا عي حزبك عليهم اول معصية ان انت تعاملت مع واحد غير جائز التصرف الرسول قال عليه رفع القلم عن ثلاثة صبية حتى احتلق فالرسول قالك ما تتعاملش معها عشان ده صبي صغير وانت تعاملت معه المعصية التانية ان انت واخد زنب ان انت ربيت حرامي لان الولد غريبة ده الموبايل اللي باعهولك والعدة اللي باعهالك دخل سرقها من عن دجارهم او سرقها من عن دبوه باعهالك عشان يروح يجيب كيس شبسي وززي الكهول طيق الله ما تشتريش من عائل صغير الا الحاجات الحقيرة لا تبيعه ولا تشتري منه جزيكم الله خير هذا الكتاب كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية الذي يباع بسعر التكلفة فيه كل ما تحتاج انت ومن حولك